تشهد مختلف مراكز التطعيم في مملكة البحرين إقبالاً لافتاً ومتواصلاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم وقد بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من مليون ومئتين وتسعة وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئتي ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وخمسين ألف شخص